اتفق وزراء الدول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات لاتهامهم بخرق حضر السلاح الذي تفضه الأمم المتحدة على ليبيا يذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه بعثة بحرية تتولى ضمن مراقبة الالتزام بحضر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا بسبب الفوضى والاقتتال منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 شكرا